ونالكم في الجزء الاول من حلقتنا النهاردة مصر بالفعل بتواصل استضافة كبريات البطولات القرية على ارضها النهاردة ان شاء الله هتكون انتلاخت كأس الامم الافريقية لكرة اليد في استاذ القاهرة الدولي وكمان منتخب مصر هيبتدي من النهاردة ان شاء الله ضربة البداية بقى امام طبعا غينية في امم افريقيا ولمواجهات منتخبنا ان شاء الله بلتناله اكيد كل النجاح وكل التوفيق عندنا كلم كتير هنتكلم فيه متعلق بامم افريقيا لكرة اليد وده الملفات اللي هنفتحها مع ضيفنا اللي بنورنا الاساس احمد رشاد الناقض الرياضي صباح الفل عليك يا رشاد بنورنا صباح الخير يا سيد كريم وصباح الخير انا واند وسعيد ان انا موجود معكم على قناة الناد اللي واحنا سعاداء كمان يا رشاد جدا وخلينا نبدأ من الاستعدادات لان دايما الاستعدادات وفترة الاعداد هي اللي بتكون مؤشر على سير بقى البطولة والمنتخب بتاعك بتشوف ازاي الاستعدادات بتاعتنا في امم افريقيا وبعد كده ننطلق بقى لي البطولات اكيد طبعا لكن خلينا بس في البداية احنا طبعا نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم بما اننا طبعا بنتكلم عن بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة اليد لسا ذا كانت مهمة جدا بصراحة الاتحاد او وفر كل حاجة للمنتخب من البداية طبعا كان في اقاف للمسابقات المحلية من فترة كبيرة جدا يعني من حوالي مثلا شهر 12 حتى هذه اللحظة طبعا كل ده عامل مهم جدا لمنتخب مصر منتخب مصر استعد بكل القوة كان عنده طبعا شارك في الدوري الزهبي بطولة كانت مهمة جدا قدر المنتخب مصر ان هو طبعا يفوز على هولندا والنرويج هي خسارة واحدة من الدنمارك وكانت خسارة طبعا مش كبيرة لكن احنا عندنا لعيبة مميزة استعدوا بكل القوة لعبوا طبعا مباراة ودية قبل البطولة كانت طبعا البروفا الاخيرة لبطولة كاس الأمم الأفريقية مع منتخب الكونغو الديمقراطية قدر برضو المنتخب الوطن ان هو يقدر يفوز عندنا موديل فني وده اللي هنتكلم فيه وإحنا اتكلمنا قبل كده عن المدرسة الاسبانية داخل المياد الأهلي عندنا برضو الاسباني اخوان كاروس موديل فني على أعلى مستوى هنتكلم عنه بشكل تفصيلي طبعا المدرسة الاسبانية واضح ان هي عاملة مع المصريين عموما شغل عالي على كل الأصعيدة لكن هل هي نقدر نقول ان هي السبب الرئيسي في فكرة ان احنا بقينا يعني متطورين جدا في كرة اليد والنجاحات المتتالية اللي كنا بنسعد وبنتشرب بيها في دنيا السكواش بقت تتحقق كمان في كرة اليد ومنتخبنا ليه ثقلوا على مستوى العالم لدرجة ان حتى يعني خلاص بقينا بنناطح اهم المنتخبات الدولية في هذه الرياضة اكيد طبعا المدرسة الاسبانية عندهم او المديرين الفنيين الاسبان عندهم شغل مختلف عندهم تطور في الالعاب الجماعية والالعاب طبعا الفردية بنشوف شغله واضح جدا من المدرسة الاسبانية سواء مع منتخب مصر او مع الاندية طوروا كتير جدا من اداء اللعيبة عندك عناصر مميزة بيقدر هو الفكرة ان المدرسة الاسبانية او المدير الفني انا بشوف ان هو ناجح بشكل كبير جدا لأنه هو بيوظف اللعيبة صح في أرض الملعب لما بيختار حتى قيمة بتاعته بيختارها بعناية بيختار اللعيبة اللي هيقدروا أنه هم يساعدوا معاه مع الفريق اللي هيقدروا ينجحوا معاه في الفرقة وياخدوا معاه طبعا كل البطولات ويقدروا يحققوا الفوس في كل المباريات فمدرسة نكحة حتى الآن احنا تكلمنا أكتر من مرة عن المدرسة الأسبانية دي وقلنا أن المدرسة الأسبانية نكحة مع النادي الأهلي لكن دلوقتي احنا بنتكلم عن منتخب مصر المدرسة نكحة بشكل كبير جدا مع منتخب مصر يعني يمكن هو لسه طبعا الراجل ما عملش حاجات كبيرة جدا مع منتخب مصر لكن الشكل اللي احنا شفناه سواء في دوري الزهبي البطولة المهمة اللي كانت طبعا استعدادة لمنتخبنا الوطني أو المباراة الودية بنشوف أداء قوي أداء محترم من لعيبة المنتخب أكيد ان شاء الله هنشوفه في البطولة دي لأن نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني حامل اللقب سنتين على التوالي ان شاء الله يكون التالتة بإذن الله